السلام عليكم يا شباب ازايكم عامليني النهاردة بازن الله حلقة جديدة من محاكي مقهى الالعاب فعايزك بقى قبل ما نبدأ ما تنساش تصلى على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام وتنزل حالا تحط لي بقى اللايك الجامل بتاعك عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات واشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش وفعل زرار الجرس ويلا بينا بصراحة جماعة مش عارف النهاردة هتكون اخر حلقة ولا لا لاني يعتبر ما عادش فاضل لنا حاجة فاضل بس تطوير قودة الستريمات والكافيتيرية بس عموما راجع لكم معي مبلغ لحد ما كويس حوالي مليون وتمنمئة الف هنصرفهم مع بعض في الله بينا نشوف هنعمل بهم ايه ونبدأ ونقول بسم الله رحمة الرحيم اول حاجة ملاحظة عندي ان ما عادش فيه اي بداعة خالص في التلاجات واتعالوا نبصوا مع بعض كده على الكتب الاصطنات برضو يعتبر خلصت والاكسسوارات بتاعت الكمبيوتر خالصت فخلونا في البداية كده نروح للكمبيوتر بتاعنا ونعمل بكل الحاجات اللي خالصت عندنا بس قبل ما اعمل كنت عايز اطور قودة الستريمات علشان عامل النظافة يبتدي النظافة ويجهزها لي على ما اشتري الاجهزة فخلونا ننزل تحت ونطور اول تطويرها لقودة الستريمات بثلتمائة وعشرين الف دولار خلونا نطورها ونطور التطوير التانية ليها برضو بخمسمائة الف دولار وعلى طول نروح للاستور ونبتدي بقى نشتري كمية ستونات حلوة وكمية كتب حلوة وطبعا مشروبات وشيبسي فخلونا نحط مسلا من كل صنفة عندنا خمس كاراتين ونحط كمان من الكتب خمس كاراتين والصوح احنا هنحط كمية بالبركة كده يعني خمسة ستة بقى زي ما ييجوا اي كمية وخلاص احنا باقي معنا دلوقتي مليون تمانية وتلاتين الف دولار ونحط كمان شيبسيات هو بيقول لي ان انا عندي في المخزون من ده اتناشر قطعة او اتناشر كارتونة مش عارف الصراحة يعني المهم نحط منهم عادي مفيش مشكلة وندخل على المشروبات المشروبات عندنا يا طبر خلاص ببرضة خلونا نطلب كمان كسورات كمبيوتر دي بقى اللي اكيد مش موجودة عندي خالص صفار زي ما انتم شايفيني يعني طبعا السلة دلوقتي بتشيل حاجات كتير جدا وطبعا احنا طورنا المرة اللي فاتت المخزن يعني اكيد مليون في المية هياخد كل البضاعة دي وطبعا الموظف هو اللي ينزلها بقى انا مش فاضي يعني طلبنا كمية حلوة يعتبر الحاجات دي عملت كان بقى اتنين مليون مية وعشرة الف ده انا سراحت جامد في الطلبات الصراحة يعني نشوف الحاجة الغالية نقللها زي مسلا الكتاب ده سبعة وتعاتين الف لا اكيد في حاجات اغلى من كده في حاجة هنا بمية وخمسين ولا حاجة او بمتين الف نشوف كده كسورات الكمبيوتر في الموز دي بمية الف ونقلل كمان من الكاميرا دي اشتريت منها اتناشر كارتون للايه عامة وانا غاني قوي كده للدرجة دي فبنقلل ايه كمان احنا عايزين فلوس دلوقتي ده الفلوس كلها خالصت احنا مش هنلاق فلوس بنجمع الجهزة في قضة الاستريمات اللي احنا فتحناها وبعدين كمان العربية مش هتشيل البضاعة دي انا طلبت دلوقتي الف وتمانمية وستاشر من الف وتمانمية يعني محتاجين نشيل ستاشر كارتونة نقلل شوية يا جماعة كده من كل لان احنا كده مش هنخلص احنا معنا دلوقتي مليون مية ستة وخمسين الف والاردر بمليون وخمسمية الف لان اقلل كمان اقلل يا باشا في الاسطونة دي بتمانين الف نشتري منها تلت كارتين بس كفاية ونقلل ايه تاني انا خلاص قللت حاجات كتير قوي هبنستنى شوية لغاية لما يجمعوا فلوس بس للاسف ما عادش عندنا بضاعة تجمع فلوس يعني خلونا نبتدي نحط هنا اللي عندنا في المستودع على ما ان شاء الله الموظفين اللي عندي يجمعونا فلوس سواني كده نتطمن على الكافيتيريا يا جماعة اكيد الكافيتيريا لواجبات اللي فقها خلاص ببرضه لا الواجبات موجودة زي ما هي هي ما الفين الزبان الزبان معديتش بتاكل وتشرب ليه وانا قافل الكافيتيريا معقولة انا فاكر ان انا قافلتها على فكرة بس مش فاكر انا قافلتها ليه الصراحة سواني ده انا اقافل كل المحل يعتبر افتح يا عم قضة الجيمينج وافتح كمان الكافيتيريا وانا اللي عمل اقول مال اللعبة حلوة وسلسة ليه كده اتريني يقافل كل المشاريع اللي عندي اصلا ونفتح كمان ونفتح كمان ونفتح كمان قضة الستريمات واني ابتدي نحط البضاعة بتاعتنا في التلاجات نحط هنا كمان عايزيني بيع الكمية دي علشان نجمع فلوس ونطلب بضاعة جديدة احنا وصلنا لكام مليون متين خمسة واربعين الف لسه بدري قوي احط لي هنا يا باشا الباقي وحط لي بقى المشروبات والمية طبعا والكولة واللبن وحط لي هنا برضو شوية مشروبات انا ممكن اشيل كل المشروبات والشيبسي اللي انا حطيتهم في السلة على فكرة الكمية دي حلوة مش وحشة خالص يعني طيب نحط هنا كمان شي اخضر وكولة وقهوة كده حطينا كل البضاعة اللي موجودة عندنا في المغزن فاضل بس كنزات قهوة نحطها هنا بالمرة وعندنا كتب اسطونات في عندنا اصلا اسطونات يا جماعة نحطها برضو على الرفوف نملة بها الرفوف وحنا عطينا في المغزن نعمل بها ايه اصلا كل ده هيتباع وحط لي كمان اسطونات هنا والكتب لسه عندنا كتب كتير قوي انا مش اخد بالي والله ان انا عندي في المغزن كمية بضاعة حلوة يعني اصلا احنا مش محتاجين نطلب البضاعة دي كلها ونحط هنا كمان كتب الساعة يتكامل ساعة عشرين الموظفين دلوقتي بقوا بيمشوا عند الساعة تلاتة وعشرين اتوقع كان الاول بيمشوا عند عشرين طيب حطينا الكتب بنحط كمان كتب هنا معادش في رف فاضي اصلا في الرف ده فاضي وريسة عندي بضاعة كتير والله ما شاء الله يا البضاعة دي انا اشترتها امتى وانا اشترتها في الكواليس والله مفاكر طيب نحط هنا كمان كتب ولسه معانا كتب كمان ملهاش مكان ولا ايه لازم نلاقي لها مكان هطلت لي يباشا الكتب دي لا للاسف ما ينفعش يتحط طيب نحط هنا مسلا ينفع? هينفع عادي? لسه معنا شوية كتب. خمس كتب بس. نحطهم هنا. كده حطينا كل البضاعة اللي عندنا في المغزل. تعالوا نشوف كده ازا كان فيكس صورات كمبيوتر. فيه عندنا الماوز بات دي. نحطها عرف. ودلوقتي بقى معنا مليون ربعمية اتنين وتسعين الف. يعني نقدر نطلب ده. بس الاول قبل ما اطلب كنا عايزين نطلع نبص على قوضة طبعا اللعبة بدأت تلايك شوية بعد ما فتحت كل المشاريع اللي عندي. نضفتها معلم. وده بقت واسعة جدا. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. المساحة دي كلها. المساحتها كبريت جدا على فكرة. طيب الاول بس خلونا نحط اضاءة. معايا اضاءة اهم حاجة. سواني يا لسه معايا خمس ستونات. في المغزن. عايزين نحطهم على رف برضو. طيب المهم اهم حاجة عندي. اضاءة. نحط مسلا من اللمبة المدورة دي مفيش مشكلة. يعني نورة المكان شوية. عايزين ننقلها هتالي. ننقلها هنا مسلا. ونحط واحدة هنا كمان. نحط اتنين بس كفاية. عشان للاك طبعا. واعتقد هنحتاج واحدة هنا برضو. هاتلي كمان لمبة بعد اذنك كده نحطها هنا. نقربها من الحيطة شوية. ناخد اللمبة دي كمان نحطها هنا. كده الاودة ما شاء الله كلها نورت. وعمل النظافة لسه بينضفها على فكرة. هو اللي جمع الكياس دي. طيب عايزين ننقل بقى الاود دي كلها جماعة. عينفع ننقلها بالجهاز اللي جواها. تعالوا نجرب كده. قل لي ان هو هينفع. يا رب ينفع ان شاء الله. طيب انا نقلها ليه? انا حطتها كلها في الشنطة عندي. طيب احنا عايزين بس ننظف الحاجة اللي موجودة على الارض دي. نرميها بعيد. عشان نزبط بقى الاودة مع بعض. هي الاودة دي هتشيل كم جهاز بالزبط. نحط هنا كمان تلاتة اتوقع. وممكن نحط هنا كمان اتوقع مسلا ستة اجهزة. يعني محتاجين تسع اجهزة. بس حاسس ان الاودة بعد ما واسعت كده مش تلاقي ان هي تكون قودة لان احنا للاسف بنشتري غرف زي دي علشان نجمع فيها الاجهزة. فعايزين نزبطها بشكل حلو كده. الاول بس عايزين نجمع في الجنب ده كمان ثلاثة اجهزة. خلونا ننزل تحت على طول. كده الموظفين كلهم مشوا. وكمان الزبان مشيت. يعني محتاجين ننزل اول ننام. فخلونا ننام. وصباح الخير ويوم جديد ووصلنا لليوم اللي اتنين واربعين. واتوقع ان انا قبل ما اطلب بتاع البضائعة هطلب الاجهزة. الاجهزة اولى طبعا يعني. هنطلب مسلا ثلاث غرف من دي. ودي واحد اتنين. تلاتة. وهنحتاج ثلاث مكاتب. وطبعا هنحتاج كسة كومبيوتر. هنجمع بقى اغل الاجهزة. وهنحتاج كمان شاشات. تلات شاشات. وهنحتاج كمان تلات كيبوردات. وتلات موسات. وكمان ماوس باد تلاتة وكراسي هنحتاج تلاتة وهات ست تلاتة هنحتاج بقى الاكسيسوريز بتاع الاستريمات الكاميرا هنحتاج منها تلاتة دي واحد اتنين تلاتة والجرين سكرين تلاتة والمايك تلاتة دي واحد اتنين تلاتة والرينج لايت تلاتة الحاجات دي بقى عملت كم بالصالح النبي ربعمية تمانية وتسعين الف بص احنا هنزود كمان جهازين يا جماعة الخمس اجهزة بكل مشتملاتهم عملوا تمنمية وتلاتين الف. نطلبهم على طول. بسيبك بقى من البضاعة خالص يعني. فلسة عندنا كمية بضاعة حلوة. خلونا كده نحط الاسطونات اللي عندي في المغزن. وكده خلاص البضاعة اللي عندي في المغزن كلها خلصت. ما عادش فيه اي بضاعة في المغزن خالص. تعالوا برضو نطلع فوق في القوضة. نشوف هنزبطها ازاي. المفروض ان احنا نحط هنا مسلا جهازين كمان او تلاتة. والجنب التاني ده بقى اللي محترفي شوية. نعمل لي نشيل كمان الجهاز ده. خلونا نشيل الجهاز ده خالص من هنا. في زبون جوه. معلش يا ستة البنات لو هندايقك بس عايزين القوضة. طبعا مش هتقوم غير لما تخلص الوقت بتاعها. طيب الوردر بتاعنا خلاص يعتبر وصلة هوت. والموظف هيبتدي يستلمه. طبعا انتو قلتولي في الكومنتات في الحلقة اللي فاتت. شيل التلاجات دي من هنا يعتبر ملهاش لازمة. وفي ناس اقترحت عليا ان انا شيل الجهازين اللي في النص اخليهم برة. بس اتوقع يا جماعة ان اللعبة نزلها تحديث وحلوا مشكلة الحركة ما بين الكراسي. يعني دلوقتي بقيت بقدر امشي عالكورسي عادي. فيعني مش محتاج ان انا شيل للتلاجات ولا الجهازين اللي في النص دولة. طبعا القوضة دي اسطورية بمعنى الكلمة. دي اللي احنا زبطناها مع بعض في الحلقة اللي فاتت. معنا دلوقتي سبعمية واحد وستين الف دولار. استنى بقى الموظفين اللي دي نجمعونا كمية فلوس حلوة علشان في الاخر ان شاء الله نبقى نطلب بضعة. نتطمن برضو هنا على المطعم. نحط لها هنا بطاطس. ونحط لها هنا بطاطس برضو. ونحط لها هنا اجنحة. ونحط لها صدور فراخ. وما عادش عندنا دي بابيس فراخ على فكرة. عايزين نطلبها. والرز والكاري خلصوا ولا لسه? ده خلصوا. وايس ان احنا عندنا شكارة رز. وعندنا تلات شكار كاري. نحط لها الكاري. ونطلع على طول بقى في القوضة بتاعتها علشان نزبطها مع بعض. ايه الكيز ده? انت يا ابن حط طول ايه هنا ولا ايه? يا حج. فينك حج انت عملت نظف فين بقى بالزبط. سواني كده? هو فين? وانت فين معلم. طيب نشيل القوضة دي كده? للأسف لسه مشغولة. ده في زبون تاني اقجرها على فكرة. انا عايز اعرف بس عامل النظافة بين دلوقتي. وانت فين معلم ويساب الزبالة دي كلها فوق. ويساب اللي كيز دي. وراح فين? عمالي نظف هنا. يا حج انت خرفت ولا يا حج? ما ينفعش كده انت سايب لي كيز الزبالة في كل مكان كده ليه? انت بسطى. يا حج تعالي شيل الكيز ده مش هينفع كده? ايه المنظر ده? وما عادش بيشيل الكيز ولا ايه? انا حاسب بعد التحديث الاخير ما عادش بيشيل الزبالة خالص. بينضف فس. وبيمسح اصر الرجول. طيب نرمي الكيز هنا? لأ للأسف مش هيجي. مش بعرف هناشي ان انا. المهم خلونا نطلع فوق للدور التاني علشان نبتدي نزبط مع بعض قوضة الاستريمات. نحط بقى الاجهزة اللي احنا اشتريناها في الجنب هنا. هاتلي بس الكيز ده شيله. اول حاجة طبعا هنحتاجها اللي هي القوضة بتاعة الاستريمات. هنحط قوضة هنا وهاتلي القوضة اللي بعدها نحطها هنا. هي بتتلزق فيها اتوقع على طول. بصوا يا جماعة. لوحدها مش لازم انا عودة ازبطها يعني. المكان ده هيجيب كمان قوضة سواني نزبطها على قد ما نقدر. جاب كمان قوضة هو. وايس قوي. طيب. القوضة دي طبعا في حد بيستريم فيها والقوضة دي جهزة. القوضة رقم اربعة. طبعا اللعبة بدأت تلايج جامد. يعني انا مش عايز زاملة بصراحة. القوضة دي اجهزة على الاخر. يعني ممكن اشتري كمان حوالي مسلا تلاتة اجهزة ولا حاجة يعني. مش اكتر من كده. اللعبة اصلا بدأت تلايج الجامد معي. طيب خلونا نبتدي كده نزبط القوط دي. طبعا اول حاجة هنعملها هنحط اضاءة هاتلي مسلا الاضاءة دي ماشي. عشان ننور القوضة. وطبعا هنبتدي نحط المكتب. لأ لأ مش عايزين الكيسة دي هاتلي الكيسة العالية. نحط هنا الكرسي. لأ هاتلي الكرسي العالي برضو. وطبعا الشاشة الفور كي. وشاشة هنا فور كي. نسيت ان الجهاز بيحتاج شاشتين مش شاشة واحدة. هنحط هنا الكيبورد. لأ هاتلي الماوس بقى النظيفة. اللي هي البيضة دي. ونحط الماوس البيضة برضو. وطبعا هنحط المايك بين المايك اللي هو ده. هنحط البيضة دي. فاضل ايه تاني في الجهاز ده. نحط هنا كمان اللي هي دي. نقص حاجة على فكرة. كده خلاص الجهاز ده اشتغل. ندخل على القوضة اللي بعدها القوضة رقم خمسة. القوضة دي ما شاء الله منورة على فكرة. طيب نبتدي نحط فيها المكتب. وطبعا هنحط كستو الكمبيوتر. والكورسي. والشاشات طبعا. بطري الشاشة هنا كمان بعد اذنك. والرينج لايت. ونحط كمان الكيبورد. وطبعا لازم نحط كمان الماوس والماوس والمايك. وكمان كده خلاص الجهاز ده. خلص. ندخل على الجهاز اللي بعده. اعتقد هنحتاج اضاءة جوه. سويا نشيل اللمبة دي هتهالي كده. دخلها لي جوه. بس كده. خلاص. ندخل على القوضة اللي بعدها محتاجين برضو اضاءة. اعتلي مثلا من اللمبة دي. يالله ما فيش مشكلة. ونبتدي نحط مثلا المكتب ده هنا. الجهل يمين. ونحط طبعا كستو الكمبيوتر والشاشات. نحط الشاشة دي ما فيش مشكلة عشان نكمل الجهاز. طبعا هنحتاج اشتري كمان الشاشات. الويب كام والهيت سيت. والماوس باد. وطبعا هنحط كمان والكورسي والجريني سكرين. فاضل اي تاني. فاضل الكيبورد. وفاضل حاجة واحدة بس. الموس اتوقع. اعتلي الموس. بس كده خلاص الجهاز ده. خلص معنا الحمد لله. واللعبة للأسف بتلايك جامع. هنعمل ايه بقى في المشكلة دي? انا بصراحة مش عارق. انا عرفت دلوقتي انا كنت اقافل كل مشريع ليه? عشان اللاك فعلا. اللعبة بقت صعبة قوي. لان بقى فيه كمية زبان رهيبة هنا. زائد ان فيه كمية اجهزة واضاءة وحاجات كتير قوي. طب نعمل يا جماعة. او بيشيل الكاس اهو. اخيرا شفتك وانت بتشيل كاس الزبالة. مال انت كنت سابقة من ساعتها ليه يعني? طيب خلونا نطلع فوق نكمل في قوضة الاستريمات. انا بقيت بخافة اطلع فوق بصراحة. لان اللاج بقى بيزيد جامد والله العظيم. طيب القوضة دي كده اعتبر فضية. اعتقد هشيلها يا جماعة. للأسف برضو مش عارف اشيلها. طيب ليه? الجهاز ممكن اصلحها منبر عادي. طيب نصلح الجهاز ونشيل القوضة خالص. ونبتدي نحطها كده يا جماعة. هتنفع اهم حاجة. يمكن الاضاءة اللي هنا هي اللي منعها. بس خلونا نبتدي من هنا مسلا. يا رب ينفع بس. بس في مسافة فضية هنا. مش مهم عادي ولا نحاول نقربها من الحيطة. نحاول نقربها كده. للأسف لازم يكون في مسافة. مش مهم. مسافة بسيطة يعني. نحط القوضة دي جنبها. لأ سواء نشيلها كده. نحاول نزبطها جنبها. وهاتلي القوضة اللي بعدها برضو. عايزة تزبط لي? اكيد عشان الاضاء. هاتلي اضاءة كده بعد اذنك. وهاتلي كمان الاضاءة دي. وهاتلي كمان الاضاءة دي. ونبتدي نحط القوضة دي جنبها. ايوة. والمكان الاخير ده هيشيل كمان قوضة. هياخد قوضة على فكرة. طيب خلونا نروح للقوضة رقم واحد كده. للأسف الجهاز اللي فيها تشال كله. يعني محتاجين نجمعه تاني. خلونا نحط اول حاجة اضاءة. ونبتدي نحط المكتب. وبعد كده كاست الكمبيوتر. والشاشات طبعا اللي احنا شلناها. ونحط كمان ونحط الويب كام والهاتسيت. والكيبارد. كيبارد البيضة دي. وهتلي والماوس. وفاضل المايك. وفاضل كمان الكورسي. والجرين سكري. ندخل على القوضة اللي بعدها معانا مكتب اهوت. هنخليه الجهة التانية. وطبعا لازم نحط اضاءة علشان نشوف اللي احنا بنعمله يعني. نحط مسلا من الاضاءة دي. ماشي هنا كده. ونبتدي. نحط كاست الكمبيوتر. الشاشات طبعا. للاسف ما عادش عندي الشات. طب الكراسي عندي الكورسي هنا. وهنحط كمان الويب كام رينج لايت. هتلي الرينج. نحط كمان كيبارد. وفاضل كمان. وماوس والمايك. والهاتسيت. فاضل بس الشاشة هنا. طيب خلونا ندخل على القوضة اللي بعدها. هنبتدي نحط اول حاجة طبعا اضاءة. هتلي الاضاءة دي هنا. ونبتدي نحط المكتب. ونشوف لو معانا كيسة. نحط الكيسة دي ماشي. معانا تاني. معانا وكرسي وكيبارد. و عليهاتسيت معانا ولا لأ? طب المايك. معانا مايك. ماوس والماوس. من عايزة افضي بس الشانطة بتاعتي. ورينج لايت. وطبعا الهاتسيت. فاضل ايه تاني? معانا كمان مكتب. معانا كاميرا وكرسي. خلونا ندخل على القوضة اللي بعدها ونحط طبعا اضاءة. ونحط هنا مكتب. وعندنا كمان كسة كمبيوتر كويس. كريس. مايك. كويس. في كيبورد. في كمان كده خلصت كل البضاعة اللي معايا. فاضلش على كاميرا بس. نحط الكاميرا هنا. ونشوف فقا القوة دي ناقصها ايه? اول حاجة ناقصنا الشاشات. وناقصنا هنا كاميرا كمان. يعني محتاجين نطلب شاشات وكاميرات. بس دول انا ناقصنا. وممكن اشتري كمان اجهزة احطاها هنا. كفاة قوي على القوضة دي. هنحتاج كمان اربع اجهزة. عشان نخلي المكان اللي في النص ده فاضي. الزبان تقدر تتحرك فيه. زيت كمان نخف اللاك شوية عن اللعبة. طبعا زي ما انتم شايفين اللعبة تحسنت كتير علشان ما فيش زبان خالص في المحل يعني. طيب خلونا نروح كده بسرعة للكمبيوتر بتاعنا. انا في زبونين هنا عايزين يحزبه. سواني كده نحاسب لهم. ما معدتش عارفة حاسب للزبايق. طب الكتاب ده خدته كده ببلاش خلاص يعني. طيب نحاسب كده بسرعة. الزبونة دي. نفضل لباشا. نحاسب له برضو. وتعالوا بقى نروح للكمبيوتر بتاعنا. انا ملاحز ان بعد التحديس الجديد ما عدتش بنام على فكرة. ما عدتش بيغمى علي زي الاول يعني. طيب خلانا نطلب بتاعنا وما نقرش على نفسنا. نلحق بسرعة كده. لسه كنت بتكلم. اهو كبس علي النوم اهو. طيب احنا محتاجين نطلب قد واحد اتنين تلاتة اربعة. ومحتاجين نطلب اربع مكاتب. وطبعا اربعة كاس كمبيوتر. واربع ششات بسرعة قبل ما نمع على نفسي. واربع كبردات. واربع موسات. واربع موس باد. وكراسي. اربع كراسي. والهاتس اربعة. وطبعا هنحتاج صورات هنحتاج بقى كام كاميرا. ونمت على نفسي. للأسف اتخصم مني فلوس. ما علينا ندخل في اليوم اللي بعد وصلنا لليوم التلاتة واربعين. وكويس ان انا واقف هنا قصاد الجهاز. طبعا احنا نسينا نحط الشات كمان على فكرة يا جماعة. الاول بس. خلونا نحط اربعة الشات كمان. وهي نحط كمان مسلا ست الشات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. باند الشات ده الواحدة هيعمل مليون دولار. طيب المهم خلونا بقى نحط الحاجة بتاعت الاستريمات. زي احنا عندنا واحدة اصلا في المغزن يا جماعة. يعني ممكن نحطها على اي جهاز. طيب خلونا بس نطلب ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة. طبعا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. والمايك اربعة برضو. اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب الحاجة دي عملت كام بقى تمنمية تسعة وتمانين الف. حاجة بسيطة يعني. نطلب ده ونطلع فوق على طول علشان نحط الويب كام اللي عندنا في المستودع. ندخل طبعا قوضة الاستريمات. دي عندنا الاوضة دي ناقصها ويب كام لأ اه. ناقص الشاشات بس. دي ناقصها ويب كام نحط الويب كام دي. والاوضة اللي بعدها ناقصها شاشات. كده خلاص يعتبر القوط كلها خلصة. فاضل بس الشاشات. طبعا لازم نستنى بتاعنا. وبالنسبة للتلاجات دي فضيت ولا لأ? لسه فيها شوية مشروبات اهو. بس خلصوها على فكرة يعني الناس بتشتري من هنا برضو من التلاجات دي. وقتوقع النزبين بتطلع تلعب على جهزة الاركيدة اللي موجودة هنا برضو اللي احنا حطناها يعني. تعالوا نتطمن كده على المطعم بتاعنا. المطعم شغال زي الفل شغال زي الفل. محتاجين بقى نطلب شوية بضاعة. يعني حاجات كده للكافيتيريا وشوية بضاعة تتحط في التلاجات وعلى الرفوف. طبعا بتاعنا واصل بالسلامة هو. خلالوا نطلب الحاجة بتاعة الكافيتيريا الاول. بس كنا محتاجين نطور الكافيتيريا. تطورة الكافيتيريا بكام بخمسمائة الف دولار. نطورها ولا نخليها دلوقتي. المفروض هيفتح لنا مساحة جديدة. وهيفتح لنا وجبات جديدة. وهيفتح لنا كمان وجبات من اللي بتتألف الطاصة. ما علينا منها دلوقتي. نستنى بس شوية الاول. نصبت قوضة الاستريمات. خلونا بقى نطلع فوق. زمان الموظف دلوقتي بدأ يستلم اللي احنا طلبناه. خلونا نبتدي. نحط الشاشات. ادي اول شاشة ودي تاني شاشة وخلاص الجهاز ده خلص. نحط هنا كمان شاشات. ادي شاشة ودي التانية. وندخل على القوضة اللي بعدها ناقصها. شاشة واحدة بس. وبيني وبينكم المفروض كنا بيعنا كل الحاجات القديمة. ولو اشترينا بدلة حاجات جديدة بس يلا مش مواجهة. عادي يعني. طيب نبتدي ناخد بقى الغرف دي. ده مبنى كامل معزول يعني. الناس اللي بتحب تطلع يعني. هنحط ادي اول واحد هنا. احنا اشترينا اربعة بس على فكرة. نحط التاني جانبه على طول. المفروض ان هو بيلزق فيه تلقائي بصوا. على طول كده. وده برضو اهو نفس الكلام. واخر واحد معنا. بس كده. دي اتوقع قوضة زي الفل للناس اللي بتحب تطلع استرية. مش محتاجين اكتر من كده اجهزة في القوضة دي. خلونا نبتدي بقى نحط حاجتنا في القوض. اللي اول بس هاتلي اضاءة. ما عادش عندي اللمبات المربعة دي مش مهم. نحط لمبات مربعة. نبتدي بقى نحط اول حاجة الكرسي. وكاسة الكمبيوتر. طبعا احنا المفروض طلبنا كل حاجة حرفية. يعني مش ناقصنا حاجة خالص. عندنا كمان. المايك. موس باد. موس. وحط لي كمان كيبورد هنا. ونحط كمان شاشة. فاضل حاجة واحدة بس. الجهاز ده الحمد لله بقى جاهز. ندخل على الجهاز اللي بعده. الاول بس هاتلي اضاءة. اضاءة هنا. عشان تنور القوضة. ونبتدي نحط كست الكمبيوتر. وهاتلي والشاشة. والويب كام. والشاشة دي كمان. والكيبورد. موس باد. موس. مايك. كمان الهيتسيت. فاضل بس الكرسي. اللاج مش طبيعي والله العظيم. انا مش عارف اللاج ده سبب وإيه الصراحة يعني. مش عارف بسبب الزباين ولا الاضاءة. ايه دي المشكلة. طيب نبتدي نحط هنا كمان بيهاز الكمبيوتر. الدور التاني بصراحة لما بطلع فيه اللعبة ما بتتحركش. نحط الرينج لايت. ونحط هنا كمان الموس باد. ونحط الكيبورد. والمايك. وبص اللي انا لاحظته ان اللعبة بتستهلك على الاخر. كارت الشاشة عادي. لكن اللي رايح فيها الصراحة يعني. طيب خلصنا كمان القوضة دي. نخش على القوضة اللي بعدها. هتلي اضاءة بس. هتلي اللمبة دي ماشي. قطها هنا ماشي شغالة يعني ما فيش اي مشكلة. بنبتدي نحط الكرسي. كست الكمبيوتر. الرينج كمان. عايزين نحط الرينج لايت هنا. وكمان الشاشة. والكيبورد. والماوس والمايك. والهاتسيت. وفاعد بس الويب كام. كده كمان القوضة دي خلصت. انا مش حافة عدي. نشلي بس دي من هنا. ونحطها تاني. وكده خلاص عديت الحمد لله. وكده اعتبر قوضة الاستريمات خلصت. يعني انا حاس ان انا عملت قوضة للأسنصيرات. الناس بتركب اسنصير. مش قاعدة في قوضة الاستريمات ولا الكلام ده. اهماع لي ان المهم خلونا نشيل الاضاءة دي. اعتقد يعني مش هنحتاجها. وهاتلي اللمبة دي بقى نحطها في النص. هنا مثلا كده. بس اتوقع نحتاج لمبتين هنا. لمبة هنا. وشلي مثلا اللمبة دي. هاتها. وحطها هنا. في النص. بس كده المكان كله منور يا اعتبر. كنت انا عايز بقى اغير الاضاءة بتاعت الاوض. بس مش لازم يعني يا جماعة. علشان طبعا اللعبة للأسف ملايجة جامد جامد يعني. خلونا ننزل تحت بقى على طول. ونحط الوجبات اللي احنا طلبناها في المطعم. واحنا طلبنا اصلا الوردر ولا لسه. سواني كده. لا لسه ما طلبتش على فكرة حاجة. كنا محتاجين نوسع الكافتيريا بتاعتنا. ايه رأيكم نوسحها بالمرة بخمسمائة الف دولار. يلا بينا نوسحها. مفيش مشكلة. كده وسعنا الكافتيريا. خلونا نروح نبص عليها كده. نشوف شكلها عمل ازاي بعد ما وسعت? والمساحة دي وسعت معانا. طبعا موظف هيبتدي دلوقتي ينظف الكافتيريا. هنا نحط اضاءة هاتلي اي لمبة بقى. هاتلي اللمبة دي مسلا كده. ونخليها باللون ده. زي ما انا عامل في الاضاءة اللي هنا. طبعا هنحتاج تربستين. المكان ده يشيل تربستين بالزبط. وطبعا في رفوف زادت معانا الوجبات الجديدة. الطباخ راحت فيه. قال لا? وانت كنت فين? انت كنت مستخبية ولا ايه? طبعا الرز خلص. وقف عطلانة. ما عندناش رز في المغزون. لا بحرفنا جماعة ما عددش بتتحرك. طيب خلونا نطلب بكل الحاجات اللي نقصة عندنا طبعا محتاجين رز كاري. وطبعا محتاجين الوجبات دي. اللي هي الرومين والاندومي. الحاجات دي كلها بتتحط في التلاجات. نطلب منها كمية حلوة. دول اتفتحها معانا على فكرة. شرب الطماطم ورز مشرو. طيب بالنسبة للوجبات اللي بتتألف الطوصة. اتفتح معانا اللحمة دي. هنطلب برضو منها كمية حلوة. وطبعا هنطلب صدور فراخ. واجنحة فراخ. وده بابيس. وطبعا هنطلب برضو كمية من الوجبات دي. وندفع الحاجة. متين وتسعين الف دولار. نطلب ده. وطبعا محتاجين نطلب كمان علشان نحطه عندنا في وكنا محتاجين نطلب يا جماعة كمان ستة اجهزة سواني كده. انا مش عايز زود اجهزة بقى تاني كفاية يعني. المكان ده كان محتاج كم جهاز اركيد. طبعا انتو قلتولي في الكومنتات كفاية كده اجهزة كمبيوتر في القوضة دي. ما تحطش اكتر من كده علشان ما تعملش زحمة يعني. وانا بقول برضو ان انا ما حطش اكتر من كده. مش عشان الزحمة. لأ علشان اللاج اللي في اللعبة. خلونا نشتري كمان ستة اجهزة اركيدو اللي حاجة. كفاية اوي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وان نشتري ايه تاني ايه تاني. ممكن نشتري كمان كطب اسطناب بقى. لانها خلصت من عندنا. مش هنحط اردر كبير يعني. حاجات بسيطة كده. يعني كم كارتونة كده وخلاص يعني نمشي بهم حالنا. مش عايزين نطلب كتير. والله انا كان نفسي يضيفه. موظف يحط البضاعة الرفوف. بدالي يعني. بتاعنا وصل على فكرة. طلبنا نطلب كمان مشروبات ما فيش مشكلة. وطبعا محتاجين كسرات كمبيوتر كمان. كفاية قوي. ده عمل تمنمية ستة وتمانين الف دولار. واحنا معنا مليون. نطلبه. وتعالوا بقى نبتدي نحط الوجبات الجديدة اللي احنا طلبناه عندنا في الكافتيريا. وطبعا محتاجين نحط كمان الترابيزات والكراسي. فان الترابيزات والكراسي لسه هو ما حطهاش على فكرة. طيب خلونا نبيع الحاجة اللي معنا دي. مش محتاجينها يا خلاص يا جماعة. نبيع الرفوف دي. ونبيع كمان الرفوف بتاعة الاصطنات ونبيع الحاجة دي. بالنسبة للجيمينج لسه معنا كمان كاميرا ومعنا كمان شاشة. هي قوضة الاستريمات ناقصة حاجة. انا عايز اطلع بص بسرعة كده. مشوف ناقصة حاجة للا. اللاك خفه خالص على فكرة. انا كده اتأكدت ان سبب اللاك ده مش الاضاءة. سببه الزبان اللي بتيجي. توقع ان كل القوض تمام. القوض مش ناقصة حاجة خالص يا جماعة على فكرة. يعني الحاجة اللي معي دي هباحها. خلونا كده نفتح ونبيع كل الحاجة دي خلاص مش محتاجينها. والموظف ما بينزلش البضاعة ليه? لأ ده انا هنزل النامي باشي عشان تنزل البضاعة. لأ لسه مروحش هو. طب كويس بنزل بضاعة هو. خلونا بقى احنا نطلع فوق في المطعم بتاعنا ونبتدي نحط الترابيزور. يا فين التربازات معانا ليه? عملت حط في ايه بالزلطة انا مش عارب. الوجبات صح? طيب خلونا كده نزود وجبات هنا في الرفوف. هنحط هنا دبابيز فراخ. ونحط هنا في الرف التاني اجنحة. ونحط هنا كمان صدور فراخ. وهنا دبابيز برضو. سواني هي دي وراك فراخ صح? ودي دبابيز. واخر رف معنا هيتحط فيه اللحمة دي. والرفوف دي كمان فضيت. خلونا نبتدي نحط فيها ونحط هنا كمان ونحط هنا كمان بطاطس. وتعالوا نبتدي كمان نحط هنا. الترابيزات. وانا ما طلبتش ترابيزات. انا شكل ما طلبتهاش على فكرة. سواني والموظف روح. طيب ننام مفيش مشكلة. عشان نسحى الصبح. وصلنا لليوم الاربعة واربعين. تعالوا بقى نطلع فوق على طول. نقفل قودة الجيمينج دي. اتوقع هي دي اللي عاملة القلقة عندي. بصوا اللعبة بقت سريعة طلقة. خلانا نقفل قودة الجيمينج كده. خلاص. مش محتاجنا. طيب. خلانا نطلب ترابيزات. ادي واحد اتنين. تلاتة. نطلب تلاتة. وطبعا هنطلب ستاشر كرسي. حاجة دي عمل الكم بقى اربعة وستين الف. مش مهم عادي. كنا عايزين نطلب كمان تلاجات. نطلب مسلا اربعة ولا حاجة. نحطوهم عندنا في الكافيتيريا. لأ مش قادر اطلبهم ليه? بيقول لي نوق ناف كاش. روسل معانا كلها خلصت. للأسف يعني. ايوا اللعبة كده الثالثة وجميلة. والله عظيم. كل ده بسبب الاوضة دي على فكرة. طيب الموظف وصل الى لسه. وصل اهو. ده يحط في البضاعة. طيب هو حطلنا اجهزة الاركيد. نزل اجهزة الاركيد هو. خلونا نحط تلات اجهزة هنا. من الاجهزة البرتقاني دي. وحط لي الجهاز ده كمان يا باشا. طبعا نحط زهرية ما بينهم. قد لي مسلا الزهرية دي نحطها على الارض هنا. ونحط التلاتة اللي باقيين عندنا اللي احنا طلبناهم برضو. هدي واحد. ودي التاني. ودي التالت. كفاية كده اجهزة. ولا نزود كمان ايه رأيكم. بس الشكل العام بقى جامد والله. محتاجين كمان جهاز ولا حاجة. جهاز واحد عشان يبقى فيه هنا اربعة والجنب التاني اربعة. بس مش مهم قوي يعني. كده خلاص يعني احنا مالينا القوضة دي. ما شاء الله اجهزة على الاخر. وهنا في اجهزة اركيد اصلا برة. خلان نبتدي نحط كتب. ونحطك الصورات كمبيوتر لان الزبان عمالة تسأل عليها. للاسف لسه ما نزلهاش. طيب خلونا نروح نطلب اللي احنا حطناه في السلة. احنا كنا بنطلب كمان تلاجات. بمئة واربعين الف. لسه ما معناش لعد للوقتي مئة واربعين الف ازاي? مئة تلاتة وتعاتين الف مئة وتسعة وتعاتين الف. يا مساهل الحالة رب. هزين زبون واحد بس. ايوة صلنا المئة واربعين الف. هنطلب تعالوا بقى نروح المطعم بتاعنا علشان نحط الترابيزات. يا رب يكون نزلها بقى. لأ للأسف لسه ما نزلش الترابيزات. المفروض هتكون هنا في الكافيتاريا. الترابيزات نزلها ولا التلاجات. التلاجات احنا كده كده لسه طلبينها يعني. تلاجات شبه دي بالزبط. نحط رز. الموظفة اصلا حتى ترز على فكرة. يعني لو في رز في المغزون هي بتتعامل بقى. تحط الرز في الحل وتحط الكاري. طيب. تعال ننزل بقى نساعد الموظف ده. لانه عندي شغل كتير جدا. ومشيت ومشيت صلحفة بصراحة والراجل ده تعب معنا جامد يعني. ربي يكون في مكان اصلا يشيل كل البضاعة دي. بقى كن كل المغزن ده. مفوش الا شوية رفوف الصغارة دولة. ما يكفوش. يلا معلم يلا انجز انجز. دي بضاعة ياه. رطبط كتير اوي. هو بطيء اوي الصراحة الموظف ده. يلا معلم يلا بينا. خلصنا هو. جاء ساعدك واي بش. دي اكسسوارات كمبيوتر لسه كتير اوي. خلصنا العربة دي. خش امعلم. العربة دي فيها ايه بقى? دي اللي فيها الترابيزات والكراسي بتاعة الكافيتيريا. ولسه في عربية كمان. خليك انت معلم ارتاح انت شوي. طيب انا كده نزلت كل البضاعة. تبقفل انت البابة? مش هقفل انا ما فيش مشكلة. نطلع احنا فوق على طول علشان نبتدي نحط الترابيزات والكراسي هنا في الكافيتيريا. احنا المفروض طلبنا تلات ترابيزات. تفتكروا هيجوا هنا. نحط اول ترابيزة هنا. تمام? ونحط الترابيزة اللي بعدها على طول وراها. المنطقة اللي بقى دي هتاخد كمان ترابيزة? لأ للاسف مش هتاخد كمان ترابيزة. المكان ده مش هشيل اكتر من ترابيزتين على فكرة. نحط الكراسي. تمام? نحط كرسي هنا. كرسي هنا. كرسي هنا. فاضل معنا بقى البضاعة. وفاضل معنا كمان التلاجات. نسينا التلاجات. نحط تلاجة هنا. ونحط تلاجة اللي بعدها على طول. هاتلي باشا التلاجة دي كده. نحط واحدة هنا. المكان اللي بقي ده مش هياخد كمان تلاجة. بس المكان ده ممكن نحط فيه كمان تلاجة ما فيش مشكلة. يا فين التلاجات انا ما بلاقيهاش بسهولة ليه? ايوة. نحط تلاجة هنا. اشترينا تلاتة بس صح. سواني نتأكد برضو. لا احنا نشترينا اربعة. ما كويس الكلام ده قوي. كفوا هنا بالزبط والله. شكلهم حلوة قوي التلاجات دولة. طيب نبتدي بقى نحط وجبات فيهم ده والرز بالفاسولة الحمرة والاندومي. ونحط هنا كمان وجبات من اللي عندنا. طيب كده حطينا كل الوجبات. يا طرى بقى الطبخة دي بتقدر تخدم كل الزبان اللي هتيجي هنا في المطعم. يا بس اللعبة تتحرك. اللعبة بتلاقي اصلا. بتعمل انت بقى انا مش فاضي الصراحة يعني. والحمام الحمام عندنا نظيف زي الفل. بصو اللعبة. خلاص يا جماعة. الجهاز بتاعي بيبكي في الزاوية والله. بيقول ارحمني بقى ايه في اللعبة دي كفاية? كفاية. اتوقع يا جماعة ان ما عادش فيه حاجة ممكن نعملها تاني هنا في اللعبة دي. طبعا اللعبة لسه هنزل لها تحديثات قدام. هيزودوا بقى زي اوضة كده لأي خاصة. اعمل فيها التجميع بتاعتي. او ستة بلاي مخصوص يعني. وشتة طورات للمحل. سواني كده. ترح فينا معلق. انت سرقتني كم مرة بقى? تعال يا حبيبي. تعال تعال تعال. ترح فين? تعال. ابلع اياه. انت فاكرني مش شايفة كل ايه? تعالوا كده نتفسح في المدينة دي. ببص عليها كده مع بعض. نشوف لو فيها محلات مفتوحة ولا حاجة. بس اتوقع لو كان في محلات مفتوحة هنا. كان طلب مني ان انا روح لها. كان قال لي مسلا ان انا روح اشتري اجهزة مستعملة او حاجة زي كده. بس بدايتنا كلها كانت في المحل. حتى بنطلب وبيجينا على المحل. يعني مفيش مكان هنا نشتري منه اجهزة مستعملة. طبعا انا بقولي الكلام ده لان كان حد يكتب لي حاجة زي كده في الكومنتات. في حادسة هنا. في عربية مقلوبة زي الجاموسة بالزبط. فبنحلل لهم الازمة دي ازاي? ما يمكن ده اللي عام اللاجة يا جماعة. تصدقوا بقى. بس انا بتحرك في المدينة دلوقتي مفيش اي لاجة. فبنحلل لهم مشكلة دي ازاي يعني? العالم هنا وهقفى بقى لهم يجي واحد واربعين يوم. طيب ما علينا. خلونا نتماشى من الشرع ده كده. يا طبعا الطرق مقفولة ما بقدرش عدي اكتر من كده. بصوا بقف هنا. طيب نروح يمين. نبص برضا على الشوارع مع بعض. بص شكل المحل بتاعي من برة. ده المشروع اللي احنا بدأناه مع بعض من الاول. لغاية لما وصلنا للشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا طورنا كله اعتبر. وفي مكان هنا للركنة العربيات. في محط البنزين. ثاني نستكشف كده يمكن فيه اسرار هنا في المدينة. زي لعبة محاكمة الالعاب اللي احنا لعبناها قبل كده. بس اتوقع ما فيش اي اسرار هنا في المدينة. طيب نمشي من هنا مقفولة طريق مقفول. خلونا مسلا نمشي من هنا طريق برضو مقفول. وقال على فكرة في التحديث الجديد ان هو هيضيف بيت وعربية اتوقع يعني. طيب عندي بيت هنا اقدر انام فيه. مش محتاج ان انا نم تحت في المغزى. طيب نقدر نعدي من هنا. اتوقع نقدر نعدي من هنا عادي. خلونا ماشيين كده. نشوف هنروح فين. وصلنا للمحل بتاعنا. وصلنا لباب المغزى يعني. طيب هنطلع فوق من هنا. وندخل على طول للمحل بتاعنا. طبعا المحل نقصه حاجات بسيطة جدا زي شوية اضاقة. وانا مش مستعد بصراحة ان انا حط اضاقة تاني. وكان نقصه ان احنا ممكن نحط تلاجات هنا في المكان ده او في الدور التاني يعني. بس ان شاء الله لما اللعبة ينزل لها تحديث نبقى نزبط كل الكلام ده مع بعض. والغاية لما ان شاء الله برضو يزبط لنا بتاع اللعبة شوية يعني. لان اللعبة بصراحة تقيلة جدا بسبب اتوقع الاضاقة يا اما بقى الزباين اللي موجودة. طيب انا كنت عايزة غر الاضاقة بتاعت قوضة الاستريمات نخليها مسلا باللون زي ما كم رسوم عندي في جهاز حاجز التزاكر. طب وهنا نخليها بالموف برضو. هو مش قوي قوي اللون بصراحة. طبعا انا ممكن اوطي الاضاقة وعلي الاضاقة. عادي يعني. بس يا مش فرقة كتير. ممكن غر الاضاقة باللون اللبني مسلا. اللبني اروأ لون الصراحة يعني. ممكن نخليها باللون اللبني واللون او البنبة ده عادي برضو. لأ نخليها باللبني. اه كده الاوضة بقت رايقة الصراحة. مية مية. كفاية كده قوي الاجهزة اللي احنا حطناها. واتوقع جماعة ان دي هتكون نهاية حلقة النهاردة. يارب تكون عجبتكم واستمتعتوا بيها. وان شاء الله لما ينزل تحديث جديد للعبة. هتلاقوني منزل عنها تاني. ودي كانت نهاية سلسلتنا الجميلة. واشوفكم على خير في سلسلة جديدة بازن الله. السلام عليكم.